شوفوا احنا يعني انتوا عارفين طبعا انتوا كجامهيرنا دي اهلي عارفين انه انا مجرد ما بتنتقي المباراة ونحتفل بفوز او نحتفل بلقب او نحتفل ببطولة بنقلب الصفحة على طول انا مش قادر اقلب الصفحة الحقيقة لانه الانجاز المراضي زي ما قلتلكم دات الحلقة مش قصة برونزية جديدة في كاس العالم ما احنا ياما خدنا برونزيات وياما وصلنا مربع دهبي وياما هزمنا ابطال قرارت لكن القصة الحقيقة مختلفة بشكل كبير جدا او انا نظرتي لها المراضي مختلفة على مستوى النادي على مستوى اسم النادي الاهلي في العالم كله وعلى مستوى الجيل ده عايز يكون لي واقفة شوية بس خلينا نشوف قائد الفريق الشناوي البطل واحد من اهم من جوم الاهلي في مشواره في بطولات كاس العالم مش في البطولة اخيرة دي بيقول ايه وصلنا الى الامارات امس بعد المشاركة في كاس العالم للاندية واليوم نبدأ التحضير لمباراة سيراميكا في بطولة السوبر المصري هي بطولة مهمة جدا بالنسبة لنا الجميع جاهز لخوض اللقاء وهدفنا الوصول للاندية اغلقنا تماما صفحة كاس العالم للاندية بعد التتويق بالميداليا البرونزية والجميع يفكر حاليا في بطولة السوبر المصري قدمنا مباريات كبيرة واداء قويا في بطولة العالم للاندية واود ان اتوجه بالشكر لزملائي والجهاز الفني والجماهير التي زحفت خلفنا وننتظر حضورهم غدا في مباراة سيراميكا ده قبل 24 ساعة من بداية لقاء بكرة ده الفكر والمنهج اللي بيمشي عليه النادي الاهلي طول عمره مهما كانت عظمة اللقب ومهما كانت لاحظة الفرح والسعادة اللي كانت بالمناسبة السنة دي طغية شوية البطولة دي كانت مختلفة الصداع وحالة الصخب اللي حصلت قبل البطولة ما تبدأ قدت للانجاز في النهاية طعم تاني ومختلف